مرحبا بكم من جديد صف الأول اليوم راح نشرح قاعدة جديدة اللي هي مثل ما تشوفون قدامكم قاعدة الاند والبوت والأور قاعدة جدا جدا سهلة بس قبل لنبدأ بشرح القاعدة اللي أرجو منكم أن تشتركوا بالقناة وتخلوا لايك للفيديو على مدى استمر أنزلكم فيديوهات تفيدكم فخلونا ننتقل لشرح القاعدة فعدنا الاند والبوت والأور هي أدوات ربط أستخدمها على مدى أربط جملتين فنجي نفتهم وحدة وحدة منهن أولا الاند معنى الاند هي وي فعدنا الاند نستخدمها على مدى شنو نربط جملتين أو كلمتين شبيهن متشابهات هنا متشابهتين تمام لازم شنو متشابهات من يا ناحية متشابهات متشابهات من ناحية المعنى بصيغة أدق يعني أنه تكون الجملة الأولى مثبتة والثانية مثبتة أو تكون الجملة الأولى منفية والثانية منفية يعني أما ثنين هن مثبتات أو ثنين هن منفيات أنتو كصف أول بعدكم صغار من يجيبو لكم جملة يقولو لكم ربطوها راح يجيبو لكم إياها من ناحية أنتو تنتبهون على الجملة هل هي مثبتة ثنين هن لومن فيها وحدة ومثبتة الجملة الثانية فنأخذ مثال على الاند عمد نفهم أكثر يقول أنا أستطيع تحدث الإنجليزي اند لاحظو هنا خلا اند وأستطيع تحدث الإنجليزي فتلاحظون هنا نه كان هنا مثبتة شنو يعني مثبتة يعني ما بيها النوت هاي النوت ما النفي فالنوت من أخليها على كان يصير كانت أوكي كل كلمة بيها نوت أو اختصار النوت اللي هي أن فاصلتي هذا من أشوفها موجودة بالكلمة يعني هذا نفي هاي دليل النفي دائما نحن من ننفي الجملة نخلي نوت عليها زيان فتلاحظون هنا نه كان وهنا كان ثنين هن مثبتات فمن ربط هاي الجملة ويا هاي الجملة شا استخدم استخدم الاند زيان الأداة الثانية هي أداة البات معناها لكن شنو هاي تستخدم لربط جملتين شبه مختلفتين إذن هاي البات لكن هي عكس الاند زيان شنون مختلفتين يعني تكون الأولى الجملة الأولى مثبتة والجملة الثانية شبه منفية أو بالعكس الأولى منفية والثانية مثبتة زيان فتلاحظون إذا جملة الأولى مثبتة وبعدين عندي جملة بيها نوت منفية إذن قبل استخدم البوت زيان وأيضا لازم نخلي فاصلة قبل البوت هاي من قواعد كتابة أو استخدام البوت يخلون فاصلة قبلها فإنه الفاصلة أيضا تساعدكم على اختيار الأدات الصحيحة زيان فبالهسة مننا أخذ أسئلة صيغة الأسئلة رح تعرفون شنو معنى كلامي ناخذ مثال على البوت ونفهم أكثر نفس الجملة الأولى بس مغيرين بيها فيقول أستطيع تحدث الإنجليزي لكن لا أستطيع تحدث الفرنسي إذن صارا جملتين مختلفات من حيث وحدة الأولى هنانا مثبتة والثانية منفية شان عرفتها منفية بيها أنتي هاي الأنتي تدل على النفي تمام؟ أشوف هن بتجملة؟ فهذا يدل على استخدام البوت بس أهم شي أتأكد أن تكون الجملة الأولى مثبتة ما بيها نوت والثانية تكون بيها نوت أو بالعكس الأولى تكون بيها نوت والثانية ما بيها نوت يعني لازم مختلفات وحدة مثبتة وحدة منفية أوكي؟ لأن مراتي سوي هنا منفية وهنا منفية يعني إذا هنا منفية وهنا منفية يعني جملتين شنو متشابهات إذا متشابهات يعني شختار الاند تمام؟ وآخر شي عدنا الor or يعني أو دائما نستخدمها للشنو للتخيير شنو تخيير؟ يعني مثلا أسأل شخص أقول له do you like coffee؟ هل تحب الكوفي القهوة؟ or tea أو الشاي هي شي أخيرها بين شيئين فقط تحب فلان شغلة أو فلان شغلة وأيضا ملاحظة ثانية مهمة من أشوف الجملة استفهامية شنو يعني استفهامية؟ يعني بيها علامة استفهام نهايتها علامة استفهام دائما قبل أختار الor أوكي؟ زيان ناخذ مثال المثال يقول do you speak English or French؟ دايش سألة do you دائما من أستخدم الor لازم أسأل زيان؟ في يقول له do you هل أنت تتحدث الإنجليزية أو الفرنسية؟ فلاحظوا English or French وآخر شيء خال علامة استفهام دايش سأل زيان لنا خلصناها نفتهمناه ماذا شنو وش راح نسوي؟ راح نروح ناخذ صيغة الأسئلة فصيغة الأسئلة عن هذا الموضوع تكون كالتالي ناخذ السؤال الأول يقول I like coffee أحب القهوة وخلينا النقطة I like tea أحب الشاي join with and أربط join يعني أربط with باستخدام and فأكثر أكثر الأسئلة تيجيكم مثل هذا السؤال دائما يجيبوها هيجي زيان؟ فشون راح أحل هيجي نوع من الأسئلة؟ أنا قبل هاي الآن أجيبها وأخليها بمكان هاي النقطة بنص الجملتين على مدى أربط هاي الجملة ويها الجملة تمام أوكي فمن أجي أحد هاي الجملة كلها لحد النقطة أنزلها نفسها بعدين أخلي الآن أوكي اللي هنا أوكي بعدين هاي الجملة شبيهة؟ بيها I like tea هاي الآي لايك مكرريها شنو يعني مكرريها؟ يعني هنا موجودة بالجملة الأولى I like وهنا مرة ثانية خالين I like فأني من أستخدم and وعندي تكرار أحذف التكرار من الجملة زيان؟ فI like متكررة أحذفها وأخلي فقط T وأنا أخليها وراء الand إذن مرة ثانية أنا أنزل الجملة الأولى نفسها أجيب أداة الرابط المنطيني إياها بعدين الجملة الثانية شنو بيها؟ تكرار أحذف التكرار وأخلي الكلمات اللي بدون تكرار وراء الand بس زين ناخذ نمط آخر للأسئلة يقول she play football هي تلعب الفتبول فراغ doesn't play volleyball لا تلعب كرة الطائرة ومنطينا اختيارات نختار but lo and lo or هنانة مطلوب مني أعرف فاش عدي هنانة doesn't be not عيما النفي والأولى ما بي هنوت إذن جملتين شبيهن مختلفات من عندي جملتين مختلفتين يا أداة تجوية جمل المختلفة but لكن هي تلعب كرة القدم لكن لا تلعب كرة الطائرة اللي يعرف المعنى يقدر يختار حسب المعنى بس اللي ما يعرف المعنى يحل مثل ما أنا بالبداية شرحت إنه أدور الجملة الأولى بي هنوت والثانية ما بي هنوت هي شي يعني أوكي زين ناخذ السؤال الثالث يقول أحمد didn't watch TV أحمد لم يشاهد التلفاز بي هشنو not أوكي خلي ما نستعجل نكمل فراغ didn't listen to the radio لم يستمع إلى الراديو عندي هنا أنا didn't بي هنوت وهنا أيضا بي هنوت فيعني هذني الجملتين هاي الأولى وهاي الثانية شبين ذني الجملتين ما طول اثنين هنفي يعني متشابهات وي المتشابه شنو أستخدم الأند أوكي أحمد لم يشاهد التلفاز ولم يستمع إلى الراديو و مزيلا السؤال الرابع يقول did you study maths هالدرستة الرياضيات فراغ science وخاللنا علامة استفهام وأيضا عندنا سؤال اختيارات نحناش قلنا قلنا من نشوف علامة استفهام يعني هاي جملة استفهامية الجملة الاستفهامية يا أداة تجيوا ياها الاندلو البوتلو الور طبعا الور من أشوف جملة بيها علامة استفهام قبل اختار الور حتى إذا أنا أكنت ما مفتهم المعنى فسألة يقول لي هل أنت درست الرياضيات المافس أو العلوم بيخيره بين شغلتين زين السؤال الخامس يقول نور لا تستطيع الغناء فراغ هي تستطيع عزف الموسيقى يعني عزف الموسيقى وهم اختيارات فاش عندنا ما طول عندنا هنا كانت نفي وهنا كان مثبته إذا نفي والثانية مثبته يعني جملة مختلفات فاش اختار وهي الجملة المختلفة البات نور لا تستطيع الغناء لكن هي تستطيع عزف الموسيقى أوكي فالكانت مو فقط تجينا بالجملة الثانية احتمال تجينا بالجملة الأولى عادي تمام بس شوية تنتبهون السؤال السادس يقول I like eating meat أحب تناول اللحم I don't like eating fish لا أحب تناول السمك join with but أربط باستخدام البت هنا رابط فمجرد أجيب البت أخليه هنا مكان هاي النقطة زين فدائما دائما من أجي أحليش نوع من الأسئلة الجملة الأولى أنزلها لحد النقطة أنزل بس بدون ما نزل النقطة بعدين أجيب الأداة المنطيني إياها تمام فبما أنه نطاني بوت هاي جملة هم أنزلها نفس نفسها ما أحذف منها شي الحذف فقط يكون بالor والأن البوت ما بيها حذف أبد زين فإش يحسبوا أنه يتفكروا بيها أنه البوت مميزة ما بيها حذف تنزل الشي كامل أو تنزل الجملة أو الحل كامل زين فالحل I like eating meat أحب تناول اللحام but لكن I don't like eating fish لا أحب تناول السمك وبس زين السؤال السابع والأخير يقول do you travel to England هل أنت سافرت إلى انجلترا do you travel to Spain هل أنت سافرت إلى اسبانيا join with or أربط باستخدام or اللي معناها أو زين فهو هم ينا يخال لنا علامة استفهام قلنا بس نشوف جملة بيها علامة استفهام قبال إحنا نستخدم or فنجي الحل يكون مثل ما اتفقنا أنه الجملة الأولى دائماً أنزلها نفسها وين أخلي هاي or بدال علامة الاستفهام بالنص أشيلها تمام تنشال زين do you travel to england or هل أنت سافرت إلى انجلترا أو شنو هنانا do you travel متكررة هاي هم عدنا do you travel travel to تحددتو هاي هم متكررة أشيل إذن هاي do you travel to كلها وأجيب هذا سبين وأخليها ورا or do you travel to england or سبين وخلي آخر شي علامة استفهام تمام هي تش الحال لهنا نكون خلصنا الفيديو أتمنى تكونون استفاديتوا وافتهمتوا بليز لا تنسون خلوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة إلى هنا مع السلامة